أهلا وسهلا فيكم ببدوة رايز الأنظار كلها على الفيدرالي شو بدو يعلم بالنسبة لزيارة الفويد واللهجة اللي بدو يحكي فيها جيروم باول بعقب اجتماع الـ FOMC كل الأنظار اللي أنا لحن نقلكن إياها مباشرة أربع عملات يمكن نحستحوزها خلال الـ AirDrop وأهم أخبار بيتكوم الكريبتو كله اللي حنحكي عنه اليوم متل ما عودتكم أنا يوميا بنقلكن أخر أخبار الكريبتو بليز لايك ونسبسكرب للشانل وخلينا نبلش الجميع نطرين اجتماع الـ FOMC شو بدو يطلع نسبة زيارة الفويد على ساعة اثنين مساعة بتوقيت واشنطن أو تسعة مساعة بتوقيت السعودية كل العالم نطرتها أول شي ساعة اثنين لح تطلع أرقام زيارة الفويد اثنين ونص لح يطلع جيروم باول ويحكي بمؤتمر صحفي ويجاوب على الأسئلة اللهجة اللي بدو يحكي فيها كتير مهمة لأنه بتفرجينا إذا السياسة التشدد لح تكمل ولا لا أنا لح نقلكن هالأمر مباشرة لأنه هذا أحد أهم اجتماعات الـ FOMC ميتنغز اللي اللي حنشوفه في ظل الانهيارات المصرفية في ظل كل المشاكل العالمية اللي عم نشوفه أنا حنقلها مباشرة وبترجم لكم مباشرة تابعوني هون إذا بدكن حطيت الفيديو على يوتيوب بعد ما أكيد ما بلش لا يوصل الوقت ولكن فيكم تتابعوني هونيك حاليا البيتكوين وقفة فوق 28 ألف فرجاية قوة كتير كبيرة للبيتكوين بسبب العالم كتير عم تشتري على سبوت سبوت يعني مش 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 عم تستخدم الـ Leverage عم تستخدم سبوت لتشتري ولكن عم نشوف محافظ الانستيوشن شركات عم تبق عم تبيع الكريبتو في ظل الصعود اللي شفناه هل هالشي اللي حيكمل هل تضغط للصعود اللي حي يقدر يضاين ولا لا بدنا ننتظر ونشوف أنا برأي كله بانتظار الفيدرالي أنا هيدا اللي عم بحكيه بحسب مقال على كوين تيليغراف هلا من ناحية تانية دي نسبة زيادة الفوائد ما حدا بيعرف أهم عالم بعالم الاقتصاد ما عم يعرفوا مختلفين بالرأي إذا طلعوا إيلون ماسك أحد أغنى رجال العالم تاني أغنى رجال بالعالم بيقول الاحتياط الفيدرالي لازم يخفض زيادة الفوائد بـ 0.5% Goldman Sachs أحد أهم لبنوكي بالعالم بيقول الاحتياط الفيدرالي لازم يوقف عن زيادة الفوائد JP Morgan عم بيقول الاحتياط الفيدرالي لازم يرفع الفايدة هاي دولة أهم رؤوس أموال أهم شركات أهم بنوكي بالعالم مختلفين لهذا الدرجة ما حدا بيعرف ولكن المرجح حتى الآن زيادة الفوائد تكون 0.25% هيدا المرجح من الأسواق عادة جيروم طاول ما بيجرب ما يصدم الأسواق سو بقى المرجح 0.25% ولكن اللهجة اللي بده يحكي فيها بعد الاجتماع كتير مهمة هل السياس التشدد لح تكمل ولا لا من ناحية تانية سيناتور وورن هي دايماً ضد الكريبتو بتقول لازم نعمل نعمل تشدد على الحسابات الكريبتو لأنه في كتير تنصيب كل هالأمور وقت اسمعها عم تحكي صراحةً بتضحك هي دايماً ضد الكريبتو ولكن يا ريت بتطبق هالأمر على الأمور اللي علاقة بالدولة الأمريكية مثل البنوكي مثلاً وكل هالأمور شفنا أربع بنوكي عم تنهار بأميركا هيدا مانا شيت كوين هيدا مانا لونا هيدا فرست ريبوبلك بانك هيدا بانك بأميركا مدعوم وعطيه 30 مليار مؤخراً 30 مليار دولار عطيه مؤخراً جمعة الماضية عم بحكي وليك بيظل هبوط السهم تبعه يا ريت هن بيعملو بيوقفوا وتطبيق الفراكشنال رزيرفي اللي هو تنصيب بتركوا 10 بالمئة من أموال المدعين بالبونك وبالتسعين بالمئة بيستثمروهم بأمور خطيرة وبيخسروهم للعالم لذلك بتمنى يتطبق هالشي على البنوكي قبل ما تحكي على الكريبتو من ناحية تانية هون الأفلاطون التاني جانيت يالن وزيرة الخزانة الأمريكية بتقول الاقتصاد عم يشتغل بشكل كتير جيد يعني الواحد يحكي شوي منطق البنوكي العالمية لنظام المصرفي بالعالم عم يعاني حالياً يعني عم نشوف انهيارات أربع خمسة بنوكي بفرجيها نفس الصورة برجع نفس الصورة طبعاً فيني فرجيها كريدت سويس سيجننتشر بانك يعني مليون بنك عم يصير المشاكل عليه وهي عم تحكي عن أنه بعده الوضع جيد ما فيه مشاكل يعني يقولي فيه مشاكل ولكن حلينيها أو لحن حلها فهمنا بس مش تقولي لا الاقتصاد كله بجيد ما فيه ولا مشكلة يعني إذا هيك إذا عن جد عم تحكي من كلها ما بعبد يعرف عن جد شو عم تطعط عمل تويت على بدو اندرسكور تريد حقوني هونيك غير هيك إدارة بايدن تعمل تقرير بتهاجم فيه تعدين البتكوين تقنية اثبات العمل بينما بتروج للسي بي دي سي قسم هذا التويت على كذا قسم أول شيء أنا قلت كذا مرة من قبل أنا كتير حكي عن الموضوع أول شيء أنا ضد الماكسي مين ما يكون بيتكوين ماكسي حيالله عملي ماكسي أو حيالله شيء بالحياة تكون متعصب عليه لدرجة ما تعود من فتح هذا غلط حيالله شيء لازم واحد يكون عقله من فتح وقتا كنا وقتا جاري جانس لو جاري الوسخ بيهاجم الكريبتو ويقول بس البيتكوين كوموديتي جامعة البيتكوين ماكسي أنا عم بحكيكم هذا الشيء أنا أغلب محفظة بيتكوين أكتريت محفظة بيتكوين ولكن ماني ماكسي أنا بحمل كتير عملات وبأيمن بالتكنولوجيا البيتكوين ماكسي مبسطه قلت لهم يا عمي ما فيكن تنبسطه حيش تنبسطه هلأ لأنه وقتا يخلص جاري جانس لمنكم فكرك لحيترك هو فكرك بيحب البيتكوين لحيوقتين يقزل عملات البديلة بشكل كتير كبير لحيقلوا بأنظاره للبيتكوين هلأ شوفوا شو عم يعمل بايدن بهجم البيتكوين من مال من ناحية أنه بتصرف كتير كهرباء وكل هالأمور وإثبات العمل بينما جاري جانس لبيهجم الكريبتو عم يتقسموا الهجوم في سياسة فرق تسد هالسيا معروفين فيها التقبل إذا ما ولحقوله مرة تانية إذا ما اتحدنا كمجتمع لحيربحوا هيدا علينا لحيندلوا أن يقدروا يكسرونا من هون ومن هون عملت التويت على بدوية ضرورة تابعوني هونيكي لكل الابديتس هلأ من ناحية التعدين بناحية العمل السابتة للبونك المركزي مبارح شوفنا حاكم ولاية فلوريدا وعملتها بالفيديو تابعي قال أنه هو اللح يوقف لعملات السابتة بفلوريدا العملات السابتة تابع البونك المركزي عفوا بفلوريدا لأنه ما بدوا يهون يرقبوا كل العالم ويتحكوا بمصيرهم كيف يصرفون وكيف لا هو ضد هالفكرة الآن نرى تكساس سيناتر تيد كروز يقول نفس الأمر هو في تكساس لحيمنا استخدام الـ يعني إذا نرجع لكلمة بايدن أنه هو يقول أن الـ شيء جيد كثير عالم في قلب الدولة في أمريكا هن يضده بهذا الأمر نرى الساك بعده يعمل من تحت الطاولة الساك هجم منصة لمركزية اللي هي السوشي سواب سوشي سواب أحد منصات اللي كنت استخدمها كثير شخصيا أنا منيح ما عندي عملات منها ولكن عم بيهاجمها وعم بيهاجم من الرأس تبعها كمان مش بس منصات مركزية بلقش يروح افتر الديفاي والديكسز إن هذا الشيء خطير جدا ما بيحقله أنا برأيي ولكن ما حدا بيعرف شو بيقدر يعمل ولا ما بيقدر يعمل إذا ما قدروا ما كان عندهم الإدارات المالية يدافعوا عن حالهم هذا الشيء سيعمل لهم مشكل كثير كبير لذلك أنا برجع بقلكم لازم المجتمع الكريبتو يتوحد ليقدر يوقفهم عند حدهم اكسر بي من ناحية تانية شفنا صعود كثير قوي فوق العشرين اربعة وعشرين بالمية صعود للأكسر بي في ظل إشعاد إنه معقول كثير يربحوا المحكمة ضد الساك هيدا الشيء إذا تم سيكون سابعة كثير جايدي كثير جايدي لكل كريبتو ما حدا يفكر إنه بس للأكسر بي لكل كريبتو أكيد الأكسر بي بشكل خاص وليك كل كريبتو لأنه إذا أخذ الساك حالة عملة تانية على المحكمة تستخدم السابقة تبع الأكسر بي لتحارب الساك هيدا الشيء كثير جيد إن شاء الله يقدروا يربحوا أنا مع أكسر بي أنه يربحوا المحكمة سوني بتطلق حقوق حصرية للأنيف تيز اللي اللي علاقة بالسونيز بالألعاب طبعا يعني أكيد سوني عم تدخل على العالم الأنيف تي والجايمينج خلال الميتاورس عملاق الألعاب نيكسن عم بلش يستخدم بوليغون أنيف تيز اللي أناف تيز على بوليغون بوليغون مش طبيعي عم يشتغلوا كثير بيزل البيار ماركت عن جاب بوليغون عم تشتغل مع الكل صراحة أخر شيء أربع عملات فيكم تستحوذوها خلال الأيردروب كثير عالم قالوا إنه فاتتهم الفرصة على الاربيتروم أعملت ثريد مبارح ثريد طويل 19 تويت ولكن قلت حكيت عن أربع عملات لحعمل ثريد الثانية عن غير عملات كيف يمكن تستحوذوها تقريباً ببلاش لهالأيردروب الآن يرجع الملاحظة إنه ما في شيء بيضمن أنك لح تحصل للأيردروب ولا الكمية التي لح تطلع هيدول بيعطوهم مجاناً لحتى يشجعوا المجتمع أول شيء دعنا نبدأ شو هو الأيردروب لأفسر العالم شو هو بالأيردروب كيف يستخدم هو حدث ثرويجي بتستخدم الشركات الناشئة ليزيدوا الحماس والوعي عن مشروع جديد خلال توزيع عملي معين مجاناً للمستخدمين هلأ المشاريع الكريبتو بتستخدم هالستراتيجية ليينموا مجتمعهم ويزيد الاستخدام على المشاريع اللي عم يتم بنائها على الشبكات تبعهم هذا هو الأيردروب يعني يعطوك أمور مجانية لحتى يزيدوا الحماس على المشروع يصيروا العالم كلهم يتحدثوا عنه لاحظوا أيردروب كل العالم حكيت عن الأيردروب طبعاً أيردروب لأنه وزعوا مجاناً قصمة من العملات هلا أحد العملات اللي أنا عم رأبها زي كاي سينك زي كاي سينك قريبة كثير من الأيردروب لاير 2 على الإثيريوم يعني عقود ذكية لاير 2 تحسن إداء الإثيريوم خلال تكنية زيرو نولوج رولاب وهيدي عليا حماس بحد ذاته لطورها هي ماترلاب ماترلاب معروفين بالمجال مين يدعمها؟ أول شي قدر تجمع 458 مليون دولار وهي دول الأشخاص اللي بيدعموها لاحظوا الأسامة عندكم بايبت عندكم باينانس عندكم كوين بايس عندكم عندكم أي سكستين زاد عندكم إثيريوم فاونديش يعني أهم مشاركات بالكريبتو تدعمها يعني تخيلوا قد قوة والشي الإيجابة طبع هذا الأيردروب أنه سيوزعوا 2 من 3 من كل التوكنز يعني 3 التوكنز طبعاً للمجتمع يعني الأيردروب سيكون كبير للمجتمع وهذا الشي جيد أنا برأيي هلا كيفية الحصول على الأيردروب هلا فيه الناس بيقولوا شغلتان أنا بوافق بأول وحدة لحبلش تكونيها وقت هلا الحالية المطورين عم يشتغلوا على التطبيقات اللي حيعلنوا عن إطلاق التطبيقات بيبلشوا بالربع الثاني من هالسنة يعني من شهر أربعة وطلوع بيبلشوا يطلعوا هالتطبيقات عادةً لو يطلع لكم الأيردروب ستكون تستخدموا هالتطبيقات للشبكة للجسور لكل هالأمور للتطبيقات لكل هالأمور بيطلع لكم الأيردروب هلا فيه قسم من الناس بيقولوا فيكن تستخدموا الشبكة القديمة الـ Virgin One تجربوا وتتفاعلوا معه ويمكن بيطلع لكم أيردروب هناك أنا برأيي سيطلع أيردروب على التطبيقات اللي حتجي على الشبكة المضبوطة ولكن إذا كنت مخطئ أعطيتكم روابط كيف تتواصلوا مع هالتطبيقات الجسور وكل هالأمور وعملت لكم خطوة وخطوة حدا أحد الأشخاص هالتطبيقات خطوة وخطوة كيف فيكن تعملوه هاكي بتجيبوا زيكاي سينك هالتطبيقات هالأيردروب يجبوا أنا لح أنتظر صراحة تطبيقات وعند تنزل ولح بلح استخدموني يعني من شهر أربعة قريب كثير شهر أربعة منا نطاولين بقى لذلك زيكاي سينك عم بتطلع علي بشكل كثير كبير العملة الثانية اللي أنا عم رأبها كمان هي اللاير زيرو لح أحكي شو هي المشاريع المبنية عليها والأيردروب كيف يكن تحصل عليها اللاير زيرو هو بيشتغل على الـ بيشتغل الـ أنا كثير بهمني الـ أنا لذلك أحب الـ Atom، الـ Cosmos ecosystem والـ Polkadot لأنه interoperable أنا برأيي المستقبل الـ Interoperable ليس بالشبكة واحدة يتحكم بكل شيء أكثر من الشبكة يجب أن يتعلموا ويشتغلوا مع بعضهم لحتى يقدروا يتحملوا الضغط هذا رأيي شخصي ممكن يكون مخطئ ولكن أنا شخصياً أحب الـ Interoperability لذلك مهتم بالـ Layer 0 هلأ كيف كنت تحصلوا على الـ AirDrop كنت تستخدموا الجسور طبعاً لديكم أبتوس، لديكم جسور مع أبتوس، لديكم مع USDC تستخدمهم، تستخدموا محفظاتكم تبعثوا من وإلى يعني تصبح ذلك إذا لم تتعرفوا، أريد أن أقوم بعمل فيديو آخر خطوة خطوة كيف تعملون هذه الأمور ولكن يأخذ وقت قليلاً ولكن إذا لم تتعرفوا ما تعملون ما تعملون، لا تريد أن تضيعوا أموالكم ولكن إذا لم تتعرفوا، ترسلوا عملاتكم من وإلى كيف تنصر من منصة إلى منصة لديكم من محفظة لمحفظة، من شبكة لشبكة، من بريدج لبريدج لديكم تنقلوا هذه الأمور ويطلع لكم ويطلع لكم ويطلقوا العملة الآن استخدام التطبيقات على لير زيرو، لديكم تستخدموا مثلاً ستارغيت، وهي دولة ليستة بالتطبيقات الموجودة على ستارغيت أحد أشهرهم، ولكن هناك غير تطبيقات لديكم تستخدمون الآن العملة الثالثة سوي، سوي مشهورة، كل العالم العربي ستحدث عن ما هي، من يدعمها كيف تحدثون على الأيردوب سوي هي Proof of Stake Layer 1 هي شبكة عقود ذكية Proof of Stake إثبات الحصة، تعمل على برنامج موه تسرع المعاملات وتطلب المطورين انشاء مشاريع ويب ثري تستطيع أن تأخدم الكثير العالم هذا هو الموضوع. هناك علاقة كثيرة وطيدة هن وابتوس. العالم اللي يطوروهن هن مستنلاب. هن اللي كانوا عم يشتغلوا مع ميتا فيسبوك. كانوا يعملوا لعمل السابت لميتا اسمه ديم. هن بلشول البنى التحتية ولكن سكرتها فيسبوك لميتا. لديم مشروع ديم. فتحوا هن مشروع ابتوس وعملوا هن اللي عم يعملوا السوي. هلأ اسمه كان اسمه ميتا نوفي ريسيرش. المسؤولين اللي كانوا يشتغلوا فيها بالميتا. الآن العالم اللي عم يشتغلوا فيها عالم عندهم خبرة كثير كبيرة. هلأت لكم كانوا يشتغلوا بميتا نوفي ريسيرش وكانوا علاقة متعمقين بعالم الكريبتو. لذلك عالم كثير قوي. كيف فينا نحصل على الاردروب؟. هل تستخدموا محفظة سوي على ما فيكم تستخدموا على جوجل كروم. عملت تركت لكم الرابط هنا أنا. فيكم تحصلوا على الاختبار على التاسنت. تفوتوا على الدسكورد وبتبلشوا تتواصلوا مع الدسكورد بيخلوكم كثير. العملات اللي بتجيبوها فيكم تحطوه تعملوا لها Staking. وفيكم تتفاعلوا مع المشاريع اللي على سوي إيكو سيستم. في كتير مشاريع هون فرجيتكن ليهون عدة مشاريع تتواصلوا مع هالمشاريع. نفس الشيء مثل ما حكينا مع العمل اللي قبل. تتواصلوا مع هالمشاريع بتفوتوا عليهم من وإلا بتصيروا تبعتوا. بيطلع لكم ايردروبس على هذه الأمور. العملة الرابعة هي اسمها Kai Network. Kai Network بدي أحكي شو هي وكيف يمكن تحصلوا عليها. Kai Network هي بروتوكول بيخليكم تجمع شغلتان. تجمع تقنية Proof of Work. إثبات العمل. مع الشاردين. الشاردين مثل التجزئة. هالشي بيقدر يسرع المعاملات. وبنفس الوقت تتركها آمنة. بالسرع بتوصل لخمسين ألف معاملة بالثانية. هلأ كيف يمكن تحصلوا عليه؟ هذا بتائب من أسهل الأيردروب اللي يمكن تحصلوا عليه صراحة. ولهذا هذا أحد الأسباب اللي حطيته هنا لأنه كثير سهل. أول شيء شبكة Kai بتعمل برنامج مكافئات للتفاعل على مراكز التواصل الاجتماعي. يعني بيحفز المجتمع العملات الرقمية على التفاعل بالمشروع اجتماعيا. بيوضعوا لهم عملات رقمية على هذا التفاعل إذا ينجدوا مهام معينة على مراكز التواصل الاجتماعي. هلأ. بعد ما تم توزيع المكافئات ولكن وقت يطلقوا الشبكة الرئيسية اللي حيتم توزيع المكافئات. إذا حاببت تدخل ويطلع لك هذه المكافئات بدك هذا الرابط هون تحطيت لكم يمكنك تدخلوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أهم اثنين اللي تبدأوا هون تويتر وديسكورد. هون اثنين بتكون تبدأوا فيهم موجودين بقلب هذا الرابط. فوتوا عليهم وبتقدروا تفوتوا على كل شيء ساعته. هذا كل شيء أنا عندي لليوم. إن شاء الله انبسطتم بالفيديو. إذا عندكم أسئلة يضعوا ليون هون. وبكرة بشوفكم أنا أول ما يطلع جيروم باول يحكي. حتى قبل شويلة نشوف تفاعل الأسواء. وإذا انبسطتم عملوا لايك. عملوا سبسكورب للشانل. وبشوفكم عريبة من فيديو جديد وماركت عبد جديد. شكرا. 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 شكرا.